موسيقى كان أنفه أحمر كيف نعبر عن هذه الجملة بالفرنسية العامية؟ نعم son pif était rouge son pif était rouge son pif était rouge إذن le pif في الفرنسية المتدولة هو le nez son nez était rouge جملة أخرى يأكل الطعام بشارها وكأننا نريد أن نقول أنه يملأ أو يحشو نفسه بالطعام فبالفرنسية العامية سوف نقول Oui, exactement يمكنكم تعويض الفعل sans pif بهذه العبارة الأكثر تداولاً مانجة يأكل بإفرات جملة أخرى جملة أخرى الفعل يمكنكم جملة أخرى جملة أخرى بنفس المعنى بنفس المعنى تبالفرنسية العامية كثيراً كثيراً لكثيراً هذا التساؤل هل أنت غاضب؟ بالعامية يمكن أن نقول مثلاً هل أنت غيرو سعيد؟ هل أنت غيرو سعيد؟ هل أنت غيرو سعيد؟ عبارة أخرى أنا منزعج جداً أو جد منزعج في اللهجة العامية نقول نعم جملة أخرى أما في الفرنسية المتادة ولا فهذه هي الجملة المناسبة ماذا عن هذه الجملة؟ لقد سائمتوا من هذا العمل كيف نعبير عنها في الفرنسية العامية؟ Oui, très bien جملة المتادة ولا هذي الجملة المناسبة لتعبير عن نفس المنا Je suis exaspérée de ce travail Je suis exaspérée de ce travail Je suis exaspérée de ce travail أراك لاحقاً يستعمل الفرنسيون الشباب على الخصوص هذه العبار العامية أما في الفرنسية المتداولة فيمكنكم تعويض أتت بأصل هذه الكلمة وهو أتتلر 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 أراك لاحقاً تستخدم هاتين العبارتين أتت أو أتتلر حين يكون هناك لقاء آخر في اليوم نفسه بمعنى أراك لاحقاً في نفس هذا اليوم أتتلر إنه كسول دائماً في ترتيب غرفته بالفرنسية العامية سوف نقول إذا كنتم تفضلون الفرنسية المتداولة فيجب تغير الكلمة لفلم لفلم التي تعني الكسل بلا پارس لا پارس لا پارس إلا تجور لا پارس لنجر سا شامب طيب فلننتقل للجملة الموالية شخصياً لقد صدمتني هذه القصة بالفرنسية العامية سوف نقول بالفرنسية المتداولة هذه هي الجملة المناسبة إذن غيرنا شخصياً بـ وهي أصل الكلمة العامية ننتقل الآن للعبارة الموالية إنه يبحث عن المتاعب بالفرنسية العامية سوف نقول إذا أردنا استخدام الفرنسية المتداولة فيجب تغيير الكلمة التي تعني المتاعب بكلمة أخرى ونقول يمكن أيضاً استخدام كلمة جملة أخرى اتفقنا بالفرنسية العامية سنقول أما بالفرنسية المتداولة فعلينا أن نقول C'est d'accord C'est d'accord C'est d'accord طيب ماذا عن هذه الجملة؟ بدأ الميكانيكي في عجلة من أمره بالفرنسية العامية سوف نقول أما بالفرنسية المتدولة فلتعبير عن هذه الجملة سوف نقول إذن كما ترون عوضناها بالميكانيسيان التي هي أصل الكلمة العامية وأيضا عوضنا سبيد ببريسي سبيد التي أصلها إنجليزي عوضناها بالكلمة الفرنسية بريسي وهي تعني أن الشخص في عجلة من أمره لمن قد يتسأل عن العبارة AVE L'ER فهي يمكن استخدامها في الفرنسية العامية كما يمكن استخدامها في الفرنسية المتداولة في الجملة المتداولة استخدمت الفرنسية ومعنى AVE L'ER يبدو بالعربية هنا لدينا جملة أخرى إذ تررتوا للانتظار أكثر من ثلاثي ساعات بالفرنسية العامية سوف نقول لمن قد يمكن استخدامها في الفرنسية المتداولة في الفرنسية المتداولة في الجملة المنسبة جملة أخرى قضينا عطلة رائعة بالفرنسية العامية يمكن أن نقول Nous avons passé d'agréables vacances Nous avons passé d'agréables vacances طيب جملة أخرى هذه الفتاة أنيقة بالفرنسية العامية سوف نقول إذن الكلمة وهي الفتاة أو السيدة يجب تعويضها في الفرنسية المتداولة بالكلمة و سنقول هنا جملة أخرى إنه رجل طيب بالفرنسية العامية سوف نقول C'est un bon gars C'est un bon gars C'est un bon gars إذن هنا استخدمنا الكلمة un gars un gars وهي تعني رجل صغير في السن أو فتا وتستخدم هذه الكلمة بالخصوص حين يكون الشخص محبوب un gars بالفرنسية المتداولة يمكنكم تعويض هذه الكلمة ب un jeune homme un jeune homme un jeune homme جميل وهو آخر عبارة المعنى إنهم مندهجون من تقدمه بالفرنسية العامية سوف نقول Ils sont épatés de son progrès Ils sont épatés de son progrès Ils sont épatés de son progrès الكلمة العامية التي استخدمناها في هذه الجملة وهي إpaté وهي صفة أو c'est un adjectif إpaté مندهج هنا مندهجون يمكنكم تعويضها بصفة أخرى في اللغة الفرنسية المتداولة وهي إطونة إطونة ونقول إذا أردت أن تقول يعملوا معي بالعامية سوف نقول Oui, très bien Il t'a fait avec moi Il t'a fait avec moi Il t'a fait avec moi استعملنا هنا الفعل t'a fait يعملوا لديه عدة معاني أخرى ولكن في هذه الجملة تعني كما قلت يعملوا في الفرنسية المتداولة يمكن استعمال فعل travailler travailler ونقول Il travaille avec moi Il travaille avec moi هنا جملة أخرى لقد ارتكب خطأا بالفرنسية العامية سوف نقول نعم صحيح Il s'est gouré Il s'est gouré Il s'est gouré الفعل se gouré أخطأ يمكن تعويضه بالفعل المتداول se tromper se tromper se tromper ونقول Il s'est tromper Il s'est tromper Il s'est tromper جملة أخرى هذا مقرف حقا أو هذا متسخ بالعامية سنقول Oui Exactement C'est vraiment crad C'est vraiment crad C'est vraiment crad استعملنا الصفة العامية crad وهي تعني مقرف أو متسخ لمن يفضل الفرنسية المتداولة هذه هي الجملة المناسبة C'est vraiment sale C'est vraiment sale C'est vraiment sale طيب ماذا عن هذه الجملة يتفاخر بسيارته أو يتباهى بسيارته الجديدة بالعامية سنقول نعم بالضبط Il frime avec sa nouvelle caisse Il frime avec sa nouvelle caisse Il frime avec sa nouvelle caisse أما في الفرنسية المتداولة في هذه هي الجملة المناسبة Il cherche à se faire remarquer avec sa nouvelle voiture Il cherche à se faire remarquer avec sa nouvelle voiture Il cherche à se faire remarquer avec sa nouvelle voiture هنا جملة أخرى أنا ذهيب إلى السينما بالعامية يمكن أن نقول Oui, très bien Je vais au سينوش Je vais au سينوش Je vais au سينوش إذن الكلمة سينوش قاعة السينما هي في الفرنسية المتداولة Le cinéma Le cinéma وسنقول Je vais au سينما Je vais au سينما جملة أخرى هذا الفيلم ممل للتعبير عنها يستخدم الفرنسيون تعبيرا شعبيا خاصا بعالم السينما وهو Ce film est un vrai navet Ce film est un vrai navet Ce film est un vrai navet في هذا التعبير يشبه الفيلم بنوع من أنواع الخضار وهو اللفت Le navet Le navet أما في الفرنسية المتداولة فيمكن استخدام هاتين الجملتين للتعبير على نفس المعنى هذا الفيلم ممل فيمكن أن نقول مثلا Ce film Ce film n'est pas bon Ce film n'est pas bon Ce film n'est pas bon أو Ce film est médiocre Ce film est médiocre Ce film est médiocre هنا جملة أخرى إنه مزيف بمعنى غير حقيقي أو غير أصلي في العامية سنقول Oui, très bien C'est du bidon C'est du bidon C'est du bidon يمكن تعويض الكلمة bidon مزيف بالكلمة faux الأكثر تداولا C'est du faux C'est du faux جميل ماذا عن هذه الجملة؟ ضع المكيف الجوحار بالعامية الفرنسية سنقول Oui, exactement Mais la climme il fait chaud Mais la climme il fait chaud هذا الفستان قديم جدا بالفرنسية العامية سنقول Oui, très bien أو Cette robe est démodée Cette robe est démodée جملة أخرى نتعوذها بكلمة متداولة أخرى Avaire Avaire Il répète toujours la même chose C'est gulou Il répète toujours la même chose C'est gulou الكلمة العامية ننتقل للعبارة الموالية هذا الفرنسية العامية هذا الفرنسية العامية سنقول نعم, بالضبط Ce mom est insupportable Ce mom est insupportable Ce mom est insupportable Le mom, التفل يقبله في الفرنسية المتداولة كلمة Enfant Alors Ce mom, c'est enfant إذن بالفرنسية العامية نقول Ce mom أما بالفرنسية المتداولة فنقول Cet enfant Cet enfant est insupportable Un عبارة أخرى جميعوا المدرسين أو المعلمين في التانوية سيئون بالفرنسية العامية صوفا نقول Oui, très bien Les profs du BAU sont tous nuls Les profs du BAU sont tous nuls Les profs du BAU sont tous nuls L'iman يفضل الفرنسية المتداولة هذه الجملة المناسبة Tous les profs du lycée sont mauvais Tous les profs du lycée sont mauvais جملة أخرى هذا هو المشرف الجديد أو هذا هو الحارس الجديد نتكلم عن حارس المدرسة بالفرنسية العامية سوف نقول نعم بالضبط Voici le nouveau pion Voici le nouveau pion Voici le nouveau pion إذن le pion في العامية يعني الحارس أو المشرف في المدرسة ويمكن تعويض هذه الكلمة بالكلمة le surveillant le surveillant الحارس التي طبعا تنتمي للفرنسية المتداولة ونقول Voici le nouveau surveillant Voici le nouveau surveillant طيب ماذا عن هذه الجملة اذهب إلى النوم خصوصا إذا كنا نوجه كلامنا لطفل فبالعامية سوف نقول Ah oui Exactement Va faire de deux Va faire de deux Va faire de deux الجملة المناسبة بالفرنسية المتداولة للتعبير عن هذا هي Va dormir Va dormir Va dormir لدينا هنا جملة أخرى كانت الحافلة رائعة باللهجة العامية سنقول Oui Exactement La teuf et cool La teuf et cool La teuf et cool إذن La teuf الحافلة هي La fête La fête في الفرنسية المتداولة La fête يمكن أن نقول la fête était magnifique هنا عبارة أخرى هنا كأمطار في جميع عنها الملاد بالفرنسية العامية سوف نقول Oui Très bien Il y a de la flotte sur tout le pays Il y a de la flotte sur tout le pays Il y a de la flotte sur tout le pays في هذه الجملة la flotte تعني la flotte يمكن تعويض هذه الكلمة ب la pluie la pluie في الفرنسية المتداولة la pluie Il y a de la pluie sur tout le pays Il y a de la pluie sur tout le pays سنجد نفس هذه الكلمة la flotte la flotte في الجملة الموالية ولكن سيكون المعنى مختلفا هذه المعنى فإذا أردنا أن نقول أعطني بعض الماء أنا عطشان فب العامية الفرنسية سوف نقول Oui exactement Passmoi de la flotte j'ai soif Passmoi de la flotte j'ai soif Passmoi de la flotte j'ai soif إذن هذه الكلمة la flotte جاءت بمعنى مغاير وتعني الماء بالفرنسية المتداولة نقول l'eau l'eau الماء Passmoi de l'eau j'ai soif Passmoi de l'eau j'ai soif Passmoi de l'eau j'ai soif طيب ماذا عن هذه العبارة؟ أقرأو كل ليلة في عطلتي بالعامية الفرنسية المتداولة الفعل lire lire وهنا سنقول je lis je lis tous les soirs pendant mes vacances je lis tous les soirs pendant mes vacances طيب وهنا آخر عبارة معنا لديه الكثير من المعجبين بالعامية الفرنسية سنقول بالعامية بالعامية ماذا ستقول؟ d'accord ماذا عن هذه الجملة؟ لقد ضحكت كثيرا مع هذا الفلم بالفرنسية العامية سوف تقول oui exactement j'ai bien rigolé avec ce film j'ai bien rigolé avec ce film j'ai bien rigolé avec ce film عبارة أخر إنه يستمتع كيف تعبر عنها باللغة العامية؟ oui très bien il s'éclate il s'éclate il s'éclate فعل s'éclate يستمتع يقابله في الفرنسية المتداولة فعل s'amuse 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 ماذا إن أردنا استعمال النفي وقول أنا لا أستمتع أنا لا أستمتع بالفرنسية العامية فكر قليلا نعم صحيح جمكلة 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 كما تارونا هنا لبرنم personel ج ننطقه دون تحريكه ونقول ج جمكلة 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 بالإضافة إلى ذلك حرف النفي ن كما حذفه فلا نقول ج نمكلة بل نقول ج جمكلة جمكلة كما نفعل مع أغلبية الجملة التي يكون فيها النفي بالعامية طبعا مقابل هذه الجملة في الفرنسية المتدولة نقول جمكلة جمكلة نفعلية سمكلة 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 طيب جمكلة الآن هذا الطفل سوف يبكي طوال الليل بالفرنسية العامية ماذا ستقول استخدمنا هنا فعل والذي يقابله في الفرنسية المتدولة فعل لننتقل الآن للعبادة الموالية لقد أخفقت في اللهجة الفرنسية نقول oui exactement je me suis plantée je me suis plantée je me suis plantée عبارة اخرى لقد رحل بالعامية سوف نقول exactement إذن نستخدم فعل سبارة يرحل بدل فعل partir الذي يستعمل عادة في الفرنسية الرسمية سبارة يقابله إذن partir le verbe partir جملة أخرى لقد سورقة هاتفي في اللعامية سوف نقول oui exactement je me suis fait piquer mon portable je me suis fait piquer mon portable je me suis fait piquer mon portable فعل piquer سرقة يسرق يقابله في اللغة المتداولة فعل voler 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 لدينا جملة أخرى دعونا نأخذ نفسا أو لنرتاح قليلا باللهجة الفرنسية ماذا سنقول oui très bien on va souffler un peu on va souffler un peu on va souffler un peu ماذا عن هذا السؤال كيف حالك خصوصا حين نسأل شخص عن تحضيره الامتحان أو شيء من هذا القويل سنقول كيف حالك مع الأمر أو هل تتولى الأمر بالعامية سوف نقول Oui très bien tu t'en sors tu t'en sors tu t'en sors une autre phrase جملة أخرى أنا متعب بالفرنسية العامية سوف نقول Oui très bien je suis crevé je suis crevé je suis crevé l'adjective crevé متعب يقابله في الفرنسية المتدولة l'adjective fatigue 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 أو l'adjective ipuise 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 je suis ipuise أو je suis fatigue هذا بخصوص الفرنسية المتدولة طيب جملة أخرى لا تقلق ستكون رائعا أو سوف تكون رائعا كيف تعبر عنها بالفرنسية العامية Oui tout à fait thank you tu vas sur thank you tu vas sur thank you tu vas sur thank you جملة أخرى أعطني كتابك باللغة الفرنسية العامية Oui très très bien في التنبوك في التنبوك في التنبوك جملة أخرى أنت أخرى رائعا بالعامية سوف نقول Exactement تكون فرانجين تكون فرانجين تكون فرانجين في هذه الجملة استخدمنا كلمة إنجليزية الأصل cool ولكن صارت مستخدمة بكثرة بين الشباب على الخصوص ومقابلها في الفرنسية المتداولة يمكن أن نقول جونتي تجونتي آخر عبارة معنا للإجابة على شخص قال لك مثلا شكرا أو merci سوف ترد بالعربية مثلا لا عليك أو لا مشكلة ولكن ماذا عن الفرنسية العامية سوف تقول Oui très bien pas de souci pas de souci pas de souci لقد درست الموضوع جيدا بالعامية سوف نقول Oui très bien جين potassé le sujet جين potassé le sujet جين potassé le sujet لمن يفضل الفرنسية المتداولة يمكنكم استبدال الفعل potassé يدرس جيدا بالفعل المتداول étudier 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 ونقول J'ai bien étudier le sujet J'ai bien étudier le sujet J'ai bien étudier le sujet عبارة أخرى كيف نعبر عنها بالفرنسية العامية نعم صحيح إلى pompe à l'exam إلى pompe à l'exam إلى pompe à l'exam استخدمنا الفعل pompe والذي معناه الأول هو ضخ الماء ولكن في الفرنسية العامية يستخدم بمعنى آخر هو كما هو واضح في الجملة يغش الجملة المناسبة للحصول على نفس المعنى بالفرنسية المتداولة هذه المرة هي كالتالي إلى triché à l'exam إلى triché à l'exam إذن نستخدم الفعل triché يغش triché إلى triché à l'exam طيب ماذا عن هذه العبارة إنه بيتي بمعنى أنه شخص يحب البقاء في المنزل كثيرا فبالفرنسية العامية نقول في هذه الحالة oui très bien c'est un pantouflar c'est un pantouflar c'est un pantouflar c'est un pantouflar الكلمة pantouflar يقابلها في الفرنسية المتداولة كلمة أخرى وهي kazanie 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 c'est un kazanie c'est un kazanie طيب ماذا إن أردت أن تقول كيف الأحوال بالعامية يمكن أن نقول مثلا oui sagaz 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 عدة عبارات متداولة يمكنكم استعمالها لتعويض هذا التساؤل مثلا سمارش سمارش أو سفابيان سفابيان طيب كإجابة على هذا السؤال يمكن مثلا استعمال هذه العبارة كالعادة كالعادة بالفرنسية العامية سوف نقول نعم بالضبط كم داب كم داب كم داب بينما بالفرنسية المتداولة سوف نقول كم داب تود كم داب تود كم داب تود عبارة أخرى أسرع أو بسرعة بالفرنسية العامية سوف نقول نعم صحيح غريتوا 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 الفعل سغريتوا يسرع يمكنكم تعويضه بهذا الفعل المتداول سدبيشي سدبيشي ونقول دبيشتوا دبيشتوا جملة أخرى أنا لا أفهم أي شيء للتعبير عن هذه العبارة يستخدم الكثير العبارة التالية سي دو شينوى بور موى سي دو شينوى بور موى سي دو شينوى بور موى حرفياً هذه اللغة الصينية بالنسبة لي وذلك باعتبار هذه اللغة صعبة كتابة وحتى نطقاً فأصبحت تستعمل هذه العبارة كثيراً للتعبير عن عدم القدرة على فهم موضوع ما فنقول سي دو الشينوى بور موى في الفرنسية المتداولة يمكنكم ببساطة أن تقولوا سي دو D'accord, on passe A l'expression suivante في الفرنسية العامية سوفنا كل Exactement C'est ta caisse استعملنا هنا الكلمة هناك كلمة أخرى تنتمي أيضا للغة الفرنسية العامية وبنفس المعنى السيارة وهي أما الكلمة المتداولة فهي السيارة ستاواتور طيب ماذا عن هذه الجملة؟ لا تتوقفوا عن الأنين بمعنى أنها تبكي باستمرار بدون أي سبب في اللغة العامية سوف نقول إذا كنتم تفضلون الفرنسية المتداولة فهذه هي الجملة المناسبة Elle n'arrête pas de pleurer Oui Très bien Il a planqué لفريك Il a planqué لفريك هنا استعملنا الفعل planqué planqué خبأ مقابله في الفرنسية المتداولة هو الفعل caché كما استخدمنا الكلمة التي سبق ورأيناها في دروس سابقة لفريك وهو طبعا يعني المال أو النقود بالفرنسية المتداولة هو لرجان لرجان إذن يمكن أن نقول إلا كاشي لرجان إلا كاشي لرجان إلا كاشي لرجان بالعامية سوف نقول Oui إلا شوبي لرجان إلا شوبي لفيروس إلا شوبي لفيروس إن كنتم تفضلون الفرنسية المتداولة أو الرسمية فهذه جملة بنفس المعنى إلا كونتراكتي لفيروس إلا كونتراكتي لفيروس في الجملة الأولى استخدمنا فعل شوبي شوبي أصيب مرادفه في اللغة الرسمية كما ترون هو الفعل كونتراكتي كونتراكتي وهما مصرفان للماضي المركب في كلتا الجملتين لباسي كومبوزي سننتقل للعبارة الموالية ياله من رجول محظوظ في اللغة العامية سوف نقول كالفينار 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 أما في اللغة المتداولة فسوف نقول كالشانس كالشانس كالام شانس جملة أخرى لقد ارتكبت خطأ بالفرنسية العامية سوف نقول oui سيسا جي فئي اون غاف جي فئي اون غاف جي فئي اون غاف اون غاف في اللغة المتداولة هي اون غاف خطأ اون اون غاف جملة أخرى أنا لا أعرف هذا الرجل بالفرنسية العامية سوف نقول نعم صحيح جملة أخرى جملة أخرى باللغة الفرنسية العامية باللغة الفرنسية العامية سوف نقول نعم صحيح ستون اون غاف ستون اغنق ستون اغنق ستون اغنق اون اغنق تعني عملية احتيال وتقابلها في الفرنسية المتداولة هذه الكلمة ستون اغنق تعني عملية تقابلها في الفرنسية المتداولة في الفرنسية العامية سوف نعم صحيح سوف نعم صحيح سوف نعم صحيح استخدمنا هنا فعل سوف نعم صحيح سوف نعم صحيح وهو بمعنى في اللغة الفرنسية العامية سوف نقول سؤال في نفس السياق بمعنى مشابه ما الذي يدور في ذهنك؟ بالفرنسية العامية سوف نقول هنا جملة أخرى بمعنى لا أريد فعل أي شيء إذن كيف نعبر عنها في الفرنسية العامية سوف نقول Oui, c'est ça J'ai envie de buler ce soir J'ai envie de buler ce soir هنا استخدمنا فعل buler 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 في صراته الأصلية يقابله في الفرنسية المتداولة فعل paris et يتكاسل paris et وأيضا العبارة n'urien faire n'urien faire عدم فعل أي شيء paris et n'urien faire طيب ماذا عن هذه الجملة؟ لقد طردني لقد طردني باللغة الفرنسية العامية سوف نقول Oui Il m'a viré Il m'a viré Il m'a viré فعل viré يطردو مصرف في هذه الجملة للماضي المركب le passé composé يمكنكم استبدال هذا الفعل بفعلين آخرين من الفرنسية المتداولة والرسمية Nous avons le verbe licencier فعل licencier licencier يطردو طبعا وأيضا فعل renvoyer 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 هنا آخر عبارة معنا لليوم نحن قادمون بعد خمس دقائق كيف تعبرون عن هذه الجملة باللغة الفرنسية العامية؟ نعم سوف نقول وكذا مشاركة الفيديو مع المهتمين بمثل هذه الدروس شكرا لكم على المتابعة الطيبة وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد إلى لك